اشتركوا في القناة في الايام اللي احنا فيها اللي ما يعلم بها غير ربنا في منتهى الاهمية هذا الامر ايه هو اصلا الجهاز المناعي كيف يعمل الجهاز المناعي ايه اللي نقدر نعمله عشان نقويه هل نلجأ لأكلات صحية ولا الاكل الصحي مش كافي لازم نلجأ لمكملات كتير جدا من الموضيع المهمة كلها متعلقة بالمناعة والجهاز المناعي للانسان حنتجذب بخصوصها اطراف الحديث مع ضفتنا اللي من ورانا الدكتورة دينة ابو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرنز اللي اسعدتنا موجودها معانا النهاردة اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك يا كريم الحمد لله كله حلو الحمد لله يا رب دايما بتالي مفيش اهم من الكلام عن الجهاز المناعي طبعا صح عايزين استأذنك تعرفينا كده نمشي مع بعض خطوة خطوة ايه هو اصلا الجهاز المناعي وكيف يعمل الجهاز المناعي ومدى اهميته للانسان مهمة قوي فعلا انعرف الناس كلها ايه هو الجهاز المناعي الجهاز المناعي ده جهاز معمول بفيري هايد تكنولوجي ان ازاي الجسم يقدر يحارب فيروس يحارب بكتيريا يحارب خلايا سرطنية الجهاز المناعي طبعا ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقه خلقه بتكنولوجي عالية جدا ازاي بيقدر يشتغل اول ما البني ادم بيصاب ببكتيريا او فيروس اول حاجة الجسم بيعملها كاستجابة للجهاز المناعي ان الحرارة ترتفع دي اول حاجة وانس الحرارة ارتفعت معنى كده ان البكتيريا مش هتعيش في الحرارة المرتفعة فاول حاجة بيعملها الجسم المناعي ان الحرارة ترتفع وده دي ميزة يعني دي وسيل الدفاع مش عرض لدخول الفيروس في الجسم لا وسيل الدفاع ان جهازك المناعي بيستجيب وبيرفع درجة حرارته وحاجتين بتحصل الانتي باديز او الخلايا الدم البيضة اللي بتفرز الانتي باديز اللي هي الناتشر كيلل سيلر بتشتغل في دركة الحلالة العالية تاني حاجة البكتيريا والفيروس بيموت في عندي حاجة تانية بتحصل مع جهاز المناعة لما بيرتفع لو اكلت حاجة مش نضيفة بترجع ده استجابة لجهاز المناعة لو مثلا يعني الجسم بيلفوزها طبعا بيجي مثلا بكتيريا بتصيب جهاز التنفسي فبيعمل ميوكس ميمبرين او بيعمل مخاط المخاط ده هو اللي بيمسك البكتيريا والفيروس ويطرد جهاز المناعة هو ده جهاز المناعة ان الجسم بيستجيب لاي بكتيريا او فيروس فلازم مهم جدا جدا ان احنا نقدر نعزز جهاز المناعة لان احنا عندنا جهاز المناعة يأما بيحصل له خلل او احنا بنعمل حاجات بنضمر بيها جهاز المناعة واحنا مش عارفينها فلازم مهم او نهارده في الحلقة ازاي ان انا اقدر اعمل باور لجهازنا البناعة طبعا عايزيني عشان انت قلت جملة في المنتهى الخطورة لازم يعني لازم نقف عن ده ان الواحد مننا سعب بيعمل حاجات تدمر جهاز المناعة هو مش عارف طبعا زي ايه بقى اول حاجة زي مثلا لو جالي مثلا بكتيريا او فيروس مثلا اول حاجة بتحس انك انت جسمك تعبان مش قادر تنزل مقصر ملكش نفسي تاكل بيحصل ايه ان ساعات بعض الناس يقولك لا انا مش هستسلم للمرض انا لازم انزل ده خطر جدا لان جهاز المناعة بيصحب كل تقطق انه يهاجم الفيروس او يهاجم البكتيريا انت بتزودهاش بقى بالنزولة انت بتعند مع جهازك المناعة ده اول حاجة تاني حاجة قلة النوم قلة النوم دي مصيبة لان اصلا واحنا نايمين النوم يبقى بالليل مش الصبح ده مهم جدا لما منيجي النام فترات كافية انت بتحفز جهازك المناعي انه ينتج خلايا دم بيضة هي المسؤولة عن الدفاع عن الجسم عندنا مشكلة تانية التدخين دي كارسة ده هيزعل مننا ناس كتير طبعا التدخين من اهم الاسباب اللي بنقص بيها جهازنا المناعي وعندنا حاجة مهمة جدا جدا للجهاز المناعي السكريات السكر لازم نعرف انه سم بيخش الدم فمهم جدا ان احنا نمتنع او نقلل السكريات بقدر الكافي لان السكر بيعليل الانسولين وبيعليلل الالتهابات الجسمي جدا فأيبا عندي التدخين السكريات النوم قعدة ممارسة الرياضة الرياضة مهمة جدا مهمة جدا ليه بقول الرياضة مهمة لان احنا كلنا بنتعرض للسترس وبالذات الستات بتعرض للسترس وانس ان السترس علي يبقى كده خلاص الكورتيزون علي اول ما الكورتيزون بيعلى بيدمر للمناع لان الكورتيزون انا هتكلم اكيد هبقى معاك في حلقات تانية هتكلم ازاي ان السترس بيبوز كل الاجهزة من الغدد الصماء من الهورمونس كلها بتبوز طب ده على حسب كلمك ده احنا كالترخين الدنيا ان احنا لسه عايشين اساسا اول الله اي مكلمك بالأمير اصدت جايدنا في نقطة يا دكتورة جيرة للسترس ده وفي حد فينا خالي من السترس لازم نعرف ازاي ان احنا نقلل للسترس ولازم نعرف ازاي ان احنا ناخد الصدمات بطريقة ما نعليش بيها الكورتيزون يعني نحسن التعامل معاك والعدو الاول للسترس زي ما قلت يا كريم الرياضة الرياضة مهمة جدا جدا عشان الرياضة هي اللي بتقللي الكورتيزون في الجسم اشتركوا في القناة